ولكن عندنا بجانب التعليقات الإيجابية بعض التعليقات الأخرى الأخرى اللي فيه منحنة مختلف تماما الأستاذ شادي عيسى وبنتناول لأنه أصبح يحمل صفة دلوقتي داخل إعلام نادي الزمالك نعرض التويتر اللي كتبها كتب فيها هاشتاج قيد كاسونجو لن يمنع الناس إنها تسأل لماذا تعقد الأهلي مع مهاجم أجنبي بـ 33 مليون جنيه وبدأ التدريب والأهلي لم يستطع قيده حتى الآن بسبب وجود أربع أجانب في القائمة أليس هذا خطأ إداري وعشان كده طلعوا بهاشتاج كاسونجو ليغطوا على عدم قيد السنغالي باجي لما تقرى التويتر تلاقي نفسك ماشي في منحنايات أنت معرفتش تقيد باجي اللي موجود بالمناسبة في قيمة النادي الأهلي حاليا وأكيد النادي الأهلي أو أستاذ شادي ما بيتحركش بالطريقة العشوائية اللي بتتحرك بيها بعض الأندية نادي الأهلي عارف بيعمل إيه كويس وإزاي لما يجيب لعب يطلع لعب إعارة بصفة رسمية والأهم إحنا مش محتاجين نغطي على كاسونجو قيده من عدمه ولكن محتاجين نتكلم في حاجة مهمة قوي إحنا عمرنا ما تطرقنا لفكرة قيد لعب من عدمه إلا لما بيكون فيه هجوم من الإعلام الزملكاوي على شيء يقص النادي الأهلي وده اللي حصل أنت طرحت تساؤل إزاي بوجي ما تأيتش بالمبلغ اللي هو على فكرة طبيعي جدا للاعب بيلعب في أوروبا وأنا شايفها قيمة انتقالية مش محتاجين نشرحها لأن قيمة انتقالية تكاد تكون معقولة جدا ولكن حضرتك بما إنك سألت سؤال تسمح لأسألك لعب زي كهربا كان بيلعب في نادي الزمالك كان بيدر ملايين 3.5 مليون يورو لما خرج إعارة للتحاد جدا أحد الأمور التعاقدية أدت إلى أنه ينتقل للبرتغال ببطاقة مؤقتة الفيفا أو اللجان التظلمات هتحكم بإيه؟ حاجة نشوفها بعدين عشان نعرف صحة الموقف لعب زي حمد النجاز كنت بتضمه بقيمة شرائية حوالي 700 ألف يورو يعتبر أصل من أصول النادي خرج من النادي مجانا نتيجة خلافات تعاقدية برضو ما نعرفش هتقول إلى إيه لعب زي ابو طيب برضو كان على قائمتك ضميته كأول بعد فري ترانسفين على مدار مسرته أول انتقال بمبلغ كبير وعقد بيصل لـ 23 مليون في الموسم مش قيمة انتقال 33 مليون زي ما بتتكلم عن باجي برضو دلوقتي محدش يعرف إيه ملابساته أو حيمشي فري ولا لا تسمح لنا حضرتك لو تقدر أو لو تعرف تجاوب على الأسئلة دي لا هو مش هيجاوب مش هيجاوب لأسباب تخص أنه بقى له فترة طويلة جدا مركز جدا مع النادي الأهلي وبيحاول بشكل أنا بصراحة كنت شايف أنه معاه بعض المنطق في وقت ما لكن الفترة الأخيرة تقريبا بقى بيحاول يخرج عن المنطق وفكرة تنزل لمرحلة أنه بقى بدأ يلاغي شباب سوشيال ميديا الزمالك ويتكلم عن الأهلي بشكل كبير جدا وكأن بالفعل هو مكلف بدور المه في تصدير الأزمات للنادي الأهلي كان غير قشطر النادي الأهلي مش بتصدره الأزمات كلامك أنت بينكشف مشكلة أزارو مشكلة أليو باجي تعالوا نشوف أنت أصلا قضية أزارو كانت بالنسبة لك الأول أن النادي الأهلي مش هيقدر دي تويتا طبعا أنا أخدها اللي هي بيتكلم فيها أزارو ينكز الأهلي وافق على الإعارة وفي نفس الوقت هياخد من الاتفاق 700 ألف دولار في 6 شهور غير أنه حصل 200 ألف دولار من الأهلي في النصف الموسم ده يعني أزارو بالانتقال ده حصل لأكثر من عقده مع الأهلي برافو محمد جمال العاصي وباي باي أزارو طبعا إحنا زي بالزبط كده فكرة جوحة قضية جوحة مهما تعمل هو فكرة الانتقاد جاهز بدأ الأول الانتقاد ووجهه بشكل غريب جدا للكابتن سير عب حفيز ووضح جدا أنه في معاناة مع الكابتن سير عب حفيز فوجه الانتقاد على فكرة التعاقد مع أليو باجي في وجود خمس لعبين محترفين حابين نقولك أن الكابتن سير عب حفيز آه مدير القرى لكن إحنا عندنا في لجنة تخطيط عندنا مجلس إدارة عندنا الأمور بتتم وسط نظام مؤسسي وفق نظام مؤسسي مش فكرة كابتن سير عب حفيز أنا عايز أتعاقد وسيب ده أو فكر في ده فالموضوع يعني شيل كابتن سير عب حفيز شوية من دماغك لأن مش هتقدر مع كابتن سير عب حفيز تجاري في قضايا لأنه دايماً بياخد المنطق في قضايا أما بالنسبة لأظهره اللعب تم عارطه للاتفاق الصعودي كنت بتقول أن اللعب هيعمل مشكلة لا اللعب تلع عارة فكرة بقى أن أنت تيجي بعد عارط اللعب تتكلم برافو أظهره أنت قدرت تاخد فروس من الاتفاق الصعودي ده موضوع يخص اللعب مش يخص النادي الأهلي في النهاية النادي الأهلي احتاج محترف جابه واحتاجه في مباراة زي النجم اللي هي المسابقات الأفريقية خلاص برجي مقيد دم فريق النادي الأهلي ويقدر يلعب مباراة النجم السحلي وفقاً لوجهة نظر المدير الفني لأن برضو عندنا يا كابتن شادي كل حاجة لها دور كل شخص له دور ودور مسؤول عنه لأن دي منظومة مش فردي بيدير منظومة بيدير المنظومة في اتجاهه هو فقط لغير أعتقل الأمور عندنا مش بالخيال إطلاقاً عندنا كل واحد له دور وترس في منظومته نتمنى تكون الرسالة وصلت ولكن هو ممكن يطلع بقضايا تانية لو بجي لمسجلش جوه لا ما فيش مشكلة نحن لها وإحنا بالرد زي ما اتفقنا في الأمور اللي إحنا نشوف إن هي تستدع الرد ومش بنرد عشان خاطر نرد على الشخص نفسه لأ إنت لما تحاول تصدر لي مشكلة أنا هرد عليك بحاجات مشاكل إنت من الأفضل إن أنت ما تترحاش نسحة الأقلاء إحنا عادة بنا تناول إحنا تناول إشعارنا تناول لا تطاول وما بنبدأش